لفت للنظر عن ازدواجية الغرب تلك فضحها اللاعب المصري وبطل الإسكواش العالمي علي فرج حينما طلب منه الإدلاء بتصريح حيال الحرب في أوكرانيا بعد أن حصل على أحد الجوائز الهامة التي يقيمت في ملاعب نادي ويمبلدون بالمملكة المتحدة البريطانية وتحدث عن أن ما يحدث في الأراضي الأوكرانية يحدث منذ أكثر من 74 عاما في فلسطين الحبيبة على يد إسرائيل وتحدث عن أنه لم يكن هناك أي شخص يتحدث عن فلسطين بنفس العلية التي يتم بها الحديث الآن عن أوكرانيا في الإعلام الغربي كيف ترى تلك الكلمات التي رأى فيها كسيرون بأنها قوية وخالدة هذا خلع عقالي له الله يباك فيك هذا الرياضي هذا خلع عقالي له والعرب تعرف ماذا يعني خلع العقال لا أزيد لا أزيد جزاه الله خيرا وبارك الله فيه رجل أثبت أمام المحفل الدولي مستغلا مكانته الرياضية والناس الآن تلتفت إلى الرياضة أكثر من التفاتي على أي شيء استغل مكانته الرياضية وجائزة التي حصدها فقال هذه الكلمة التي رفع بها الرؤوس يوم أنحنت رؤوس الحكام وعلى ذكر الرياضة نعم في سنة ألفين وأعني إذا نسيته 2018 كأس العالم حصلت؟ نعم في روسيا في روسيا في الوقت الذي كانت تقتل فيه الشعب السوري صحيح حتى الرياضة ليست بريئة وليست مظيفة أبدا حتى الرياضة اشتركوا في القناة